بسم الله الرحمن الرحيم ابناء وتلاميذي تلاميذ الصفة الرابعة اهلا بكم وسهلا في درس جديد من دروس مادة العلوم الفصل الدراسي الثاني هنحل ان شاء الله مع بعض الاختبار الثاني من اختبارات الوحدة الثالثة صفحة 116 من كتاب سلاح التلميذ بدعوكم لعمل سبسكرايب او اشتراك على قناة العلم والمعرفة مع تفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد نبدأ السؤال رقم واحد الاف ضع علامة صحة او علامة خطأ امام العبارات الاتية رقم واحد تستخدم الطاقة الشمسية في الصوبات الزراعية لزراعة المحاصيل التي تحداك حرارة في فصل الشتاء يعني الكلام دوت يعني انا بزرع المحاصيل اللي هي ممكن تزرع في فصل الصيف في فصل الشتاء في الصوبات الزراعية وبيستخدام الطاقة الشمسية يبا اذا ان هذه العبارة ايه حبيبي هذه العبارة صحيحة رقم اتنين تساعدنا سلاسل صور الطاقة على تتبع تحولات الطاقة من صورة الى اخرى دي قاعدة سابتة وده سؤال سابت مش بيجي متغير بيجي بنفس هذه الصورة يبا اذا اقول العبارة ايه العبارة صحيحة رقم تلاتة يستخدم الوقود الحفري لتوليد الكهرباء طبعا انا باستخدمه بنولد به الكهرباء رقم اربعة يجب ترشيد استهلاك الماء تمام زي الفل اه فعلا مفروض ان احنا نرشد استهلاك الماء ركزوا باقي السؤال لانه مصدر طاقة غير متجدد احنا عارفين ان الماء مصدر طاقة ايه متجدد لكن هنا قال لي ايه قال لي مصدر طاقة غير متجدد وبإذن العبارة كلها ايه خطأ ننتقل لسه ايه الرقم با اختر المصطلح العلني الدال على الات طاقة تنفد مع استهلاكنا لها يعني طاقة بتنتهي مع استهلاكنا لها وتستخدم في توليد الكهرباء انهي طاقة انا عندي نوعين من مصادر الطاقة طاقة متجددة وطاقة غير متجددة الطاقة المتجددة لا تنفد يعني لا تنتهي زي الشمس الطاقة الغير متجددة هي التي طاقة ايه هي الطاقة التي تنفد بإذن اقول له ايه طاقة غير متجددة ننتقل السؤال رقم اتنين السؤال رقم اتنين حبيبي بيقول ايه اختر الإجابة الصحيحة من مالي واحد تقوم نقط بتحويل طاقة الحركة الى طاقة كهربية يعني حركة تتحول الى ايه كهربية عن طريق تحريك ازرعها ليها ازرع او شفرات نقول ايه الخلاط الكهربية لا طبعا التوربينات الهوائية اه هي دي طيب بقول له ايه التوربينات الهوائية هي اللي بتحرك ايه الشفرات بتاعتها او الازرع بتاعتها وبتنتج لي من الحركة ايه كهربية رقم اتنين تمت ازالة الغابات للحصول على الخشب كمصدر طاقة دائم ولا غير متجدد ولا متجدد ولا قابل للنفاذ ازالة الغابات عشان نحصل على ايه الخشب كمصدر طاقة ايه دائم ولا غير متجدد طبعا اقول له ايه متجدد رقم ثلاثة تستخدم الطاقة نقط في تشغيل المكوية والتلفاز انا بشغل المكوية او التلفاز بالطاقة ايه الميكانيكية ولا الكهربية ولا الضوئية ولا الصوتية طبعا بالطاقة ايه بالطاقة الكهربية رقم اربعة بقاء الطاقة وتحولها من صورة اخرى ده بيوضح قانون مين فناء الطاقة ولا مصادر الطاقة ولا بقاء الطاقة ولا نفادية الطاقة طبعا اقول له ده قانون بقاء الطاقة ننتقل إلى السؤال الرقم بها استبعد الكلمة غير المناسبة يعني أنا عندي هنا مثلا النفط الغاز الطبيعي الفحم الوقود الحيوي المفروض أنا أستبعد فيه كلمة المفروض أستبعدها لا تنتمي إلى المجموعة الكلمة اللي إحنا نستبعدها دي لا تنتمي إلى المجموعة يعني دولة مجموعة وحديهم والتانية دي مجموعة لوحديها اللي هي الوقود الحيوي طب ليه استبعدت يا أستاذ الوقود الحيوي لأن النفط والغاز الطبيعي والفحم ده وقود حفري والوقود الحفري قابل للنفاذ يعني في يوم الأيام هينتهي وهيخلص لكن الوقود الحيوي زي النباتات زي الماء زي طاقة الرياح زي الطاقة الشمسية زي الطاقة الكهرمائية إلى آخرة ننتقل السؤال رقم 3 السؤال التالي بيقول إيه؟ أتمل الجمل التالية واحد يطلق على أشعة الشمس الطاقة نقط طبعا أشعة الشمس هي الطاقة الإشعاعية رقم 2 تستخدم الألواح الشمسية في تحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة نقط الواحة الشمسية بنحاول منها الطاقة الشمسية أو الطاقة الإشعاعية إلى طاقة كهربية رقم 3 من أسباب تلوث الهواء طبعا أسباب تلوث الهواء كتير خالص خالص إحنا طبعا بندرس في المنهج بتاعنا حرق إيه؟ حرق الوقود يعتبر سبب رئيسي من أسباب تلوث الهواء رقم 4 يؤدي ارتفاع نقط الناتج عن احتراق الوقود إلى ارتفاع درجة الحرارة فيه غاز معين بيؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض والغاز ده ينتج من احتراق إيه؟ الوقود اللي هو غاز مين؟ غاز ثاني أكسيد الكربون رقم 5 وضح مدخلات ومخرجات الطاقة في الجيتار طبعا مدخلات الطاقة في الجيتار إيه هو؟ طبعا معروفة أن أنت وإنت شغال على الجيتار بتعمل إيه؟ بتحرك إيه؟ بتحرك إيدك يبقى إذن دي اسمها طاقة إيه؟ طاقة حركية أو طاقة حركة طب المخرجات إيه؟ المخرجات طبعا طاقة صوتية طاقة إيه؟ صوتية لما بتحرك إيدك وبتلعب على الأوطار هذه الحركة بتصدر صوتا تتحول طاقة الحركة إلى طاقة صوتية بس مع نغمة جميلة ونغمة رئيئة وحاجة كويسة خالص طبعا بكده حبيبي ننتهي من حل الاختبار الثاني من اختبارات الوحدة الثالثة صفحة 116 من كتاب سلاحة كلميز بدعوكم لعمل سابسكرايب أو اشتراك على القناة مع تفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته